طبعا زي ما قلت لكم انه وكالة فتش رفعت تصنيف الاعتماني لمصر وده خبر حقيقى انا يعني حابب بدنا نبدأ بيه عشان اقول لكم ان احنا دايما بندور على الاخبار الايجابية اي خبر ايجابي الحمد لله ففتش رفعت تصنيف مصر الاعتماني الى بيه وتوقعت انخفاض في الدين وتوقعت نظرة مستقبلية مستقرة الحمد لله يا رب ان شاء الله يكون ده كلام كويس ويكون كلام واقعي ويا رب ان شاء الله نشوف الناس في مصر انا قلت لكم الكلام ده اكتر من مرة معركتنا وخصومتنا مع هذا النظام لا علاقة لها بسوق احوال الناس اه سوق احوال الناس بيدي عشان الواحد يبقى منصد مع نفسي سوق احوال الناس بيدي مشاركة للناس معاك في معارضة هذا النظام لكن ده مش هيغير موقفنا يعني لو الناس عايشة في رفاهية انا احترم جدا المعارضين الاماراتين والسعوديين جدا الناس عايش احناك في ناعي وكان المفروض يكبر دماغه ويعيش وياخد العطايا اللي ضدها له ابن زايد وابن سلمان لكنه اغثر الحرية واغثر الكرامة واصبح يعرض هذا النظام هو عارف انه النظام ده بيضايق عليه الدنيا وما واسعت لان انت استخدام الماء الاموال في التضييق عليك يعني مش عايز اقول لك فانا وكل من يعني ازعم ان كل من معنا في هذا الخندق نتمنى ان الشعب المصري يبقى كويس ويعيش كويس ويبقاش مضغوط ويبقاش بيقتل بعض وزي ما قلتلكم الحادسة اللي حصلت في مدان الكربة دي رجل محل قهوة قهوة قصوان دي مشهورة جدا وجبه محل عصير انت بتفرش هنا ليه قاتلوا بعض قاتلوا بعض على ترابيزة ولا ترابستين زيادة في الفرش يعني فاتمنى ان المصريين موصلش بهم الحل كده موصلش بهم الحل انه حد يقتل حد عشان يعني حلق فردت حلق في ودن بنت صغيرة ولا مش عارف عشان ايه فاتمنى انا اتمنى ذلك لكن ده يحصل الله اعلم بدعم صفقات جديدة من السعودية فيتش تتوقع ان تحقق مصر متوسط استثمار اجربي مباشر عنده 16 مليار ونص في السنة دي لهم منهم 15 مليار جاين من السعودية فتخيل انت كل اللي جي المصر مليار ونص في السنة يعني ايه انت وتفلعت 15 مليار اللي دفعهم محمد بن سلمان والله اعلموا والله اعلموا دفعهم ليه مقابل ايه لانه لا يعطونا شيئا بلا مقابل فانت كل اللي نصيبك مليار ونص بس بعد 15 ديه وهنا الشرق بلومبرجي بتتكلم على ان اجمال الاراضات في الموازنة العامة ارتفع بنسبة 40 في المشوف احنا جايبين يا جماعة هو كل الاخبار الايجابية هو عشان بس تبقى انت عارف الحمد لله ان احنا بنشتغل اعلان حقيقي اول ما يبقى عندك حاجة ايجابية هنقولها مش قاعدين نطلع الايه القتلة اللي في المشرحة بس لا حبيبي بس يبقى عندك انت حاجة كويسة واحنا والله هنعمل لها افراح ماقولك اتمنى بكرة الصبح لاقي الدولار بعشرة جنيه اتمنى بكرة الصبح لاقي الرغيف ببلاش او بشيلن ولاقي المصريين مستوى دخلهم الواحد على الاقل 500 دولار زي تركيا ما هو متوسط الدخل 500 دولار اتمنى ذلك يعني بكرة ان شاء الله في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ومديرت الصندوق وده في منطقة الخطورة ده اللي في منطقة الخطورة لان احنا بكرة هنعرف جزء من النتيجة طبعا حلقة بكرة تكون مهمة جدا وبكرة يكون يوم مهم جدا لانه هنعرف جزء من النتيجة هل مصر اللي حاصل ان مصر عندها طلبات لصندوق الناس منها تأجيل رفع الدعم الكامل للوقود سنة كمان لانه الناس مش قادرة تستحمل مصطفى مدبولي بناء على شروط صندوق الناس انه الغاء الدعم بشكل كامل عن البنزين والسولار وكل الحاجات دي يكون بنهاية 25 يعني بعد 14 شهر تكون كل حاجة انتهت ده زي ما قلتلكوا هيحول حياة المصريين الى جحيم لانه عليك ان تتخيل ان لتر البنزين بربعين جنيه ب30 بس يا سيدي وطبعا 30 ده مش حقيقي بربعين عليك ان تتخيل ان لتر البنزين بربعين جنيه شوف حياتك تبقى عاملة ازاي فمصر بتقدم طلب ان يؤجلوها سنة واحدة بس يعني مش يلغوا الحكاية دي لأ بدل ما نخلي رفع الدعم الكامل 25 نخليه سنة 26 ده رقم واحد رقم اتنين برنامج الاصلاح يتأجل لحد 27 اللي هو ايه اللي هو التعويم الكامل المرن اللي هو الدولار رايح جايب الله يا كريم كنت دونا بس ثلاث سنين كمان ما انا مش معقولة كل سنة ارزع المصريين ب20 جنيه في الدولار المرة اللي فاترت كان الدولار ب30 بقى ب50 المرة دي من 50 ل70 كل شوية ده احنا في نفس السنة يا جماعة كل شوية هنرزع الدولار 20 جنيه حرام عليكم فده الطلب التاني للحكومة المصرية ان خلوا البرنامج ممتد لحد 27 الطلب التالت زود لنا القرد يا معلم انت جا تسد ولا جا تستلف انت جا تعزي ولا جا تهزر احنا مش جاين نسد احنا جاين نزود القرد ده دي الطلبات اللي عند الحكومة المصرية لسندوق النقد تأجيل التعويم وبرنامج الاصلاح ل27 تأجيل الرفع الدعم الكلي للبترول ل26 زيادة القرد ده هيحصل وانا مش هيحصل هيتوافق عليه وانا مش هيتوافق عليه بكرا هنعرف الحكاية دي وهو عا تفتكر ان الحكاية دي ما تخصاكش اصلي انت قاعد دلوقتي ايه هو عمال بيتكلم في الموضوع ده ليه موضوع كريس على دماغك يا واستاذ لو بكرا صندوق النقد صمم على طلباته انت هتروح فيه هتعمل ايه يعني صمم صندوق النقد لا زود البنزين تاني لا ارفع الدولار تاني وعند مصر ما عنداش اختيارات زي ما قال عمر نوي الصندوق لو سحب القرد معناه سحب شهادة الضمان بتاعتك محدش هيتعامل معاك تاني فانت ملزم ان اكتلاف الشروط فبكرا هنعرف لحسن تفتكر ان الحكاية سهلة يعني سيد محمد معيت قال سألتقي مدور الصندوق النقد بالقاهرة بكرا يعني ومساندة برنامج مصر جزء من مهم منصبي يا سلام على منصبك يا جميل انت يا جميل المحية صندوق النقد راح رادد على الطلبات بتاعت مصر لانا قلتلكوا عليها من شوية واحد من هذه الطلبات يعني ها الاخ جهاد عزور ده اللي هو مدير الصندوق في الشرق الاوسط قال من السابق لأوانه مناقشة زيادة قرض مصر اللي هو يا جماعة انتم جايين تستلفوا مش لما تسددوا اللي عليكم الاول طب احنا يا جماعة الداية دي هتخلص انت وده سؤالي للدكتور مصطفى المدبولي عشان بكرا مفيش ولا واحد من الصحافين الموجودين هيقدر يسألوا الأسئلة دي لان انتم عارفين يعني اللي بيحصل عندنا في مصر عامل ازاي فلو سبعت يا دكتور مصطفى ممكن سؤال الى متى سنسير في هذه الدائرة متى تتوقف دائرة الاقتراض الدائم دي احنا رايحين نسد فلوس الصندوق ولا نستلف منه تاني يعني دا كلام ثم السؤال التاني يا دكتور مصطفى ارجوك يعني باعتبرك انت دوات المسؤول وعندك صلاحياتك رئيس وزراء بجد يعني قولينا لو سمحت هل لديكم خطة زمانية لسادات دو مصر؟ يعني المية حاجة و خمسين مليار دولار اللي عندنا دلوقتي اللي علينا عندكوا خطة زمانية هتسددوها بعد كم سنة مثلا؟ تاكرين مرة سيسي مرة كان من كم سنة قبل ما الدنيا تتدربك وكان لسه فاكر ان يعني سبحانه الله ان الله نسل حامل المفسدين ساعة لما كان بيقولك في عشرين عشرين هتشوف دولة تانية فاكر انت في مؤتمر فاكر لما بيقولها دكتورك هت مش عارف دكتورة مين؟ هلا السعيد اللي هي بره دلوقتي هلا يا دكتورة مش احنا كان جات لنا مشكلة هتتحقق يعني تعوق مصر سنة 2060 وبعدين حضريك قلت نعديها قلتلك لا نحلها شوف قال السيسي حل مشاكل مصر سنة 2060 وساب مشاكل مصر سنة 2024 الناس غرق انا فيها فحاجة عجيبة جدا يعني فلو سمحتوا لو عندكوا لو عندكوا خطة زمنية ليسددوا مصر بقاولها الله يبارك لك الدكتورة شيرين الشواربي استاذ اقتصاد بتتكلم على فكرة نظرية المؤامرة وصندوق النقد ده يعني دوروا ايه بالزبط خلانا نسمع طيب احنا دايما ان انا بشوف انه عندنا ناظرة كده ايه فيه مؤامرة فيه تشكل صندوق وحش صندوق ما بيعملش كذا لازم ان تبعارفين هو الصندوق اصلا يعني هو مهمته ايه هو مهمته انه يحافظ على الاستقرار النقدي في العالم في العالم انتي بتروحيله وبتقوليله انا عندي مشكلة ما عنديش تمويل وغالبا هذا العجز فيه التمويل ناتج عن ان انتي عندك عجز في الموازنة وعندك عجز في ميزان المدفوعات ومش عارفين نعمل ايه وبيبقى مصاحب ان انتي بثبتها سعر الصرف ما عنديكيش ارصده احتياطية من الصرف الاجنبي عشان تكملي مسندتك لقيمة عملتك فطبيعي انه الدواء لما بيقوله دايما ايه اصلي هي رشدتة للكل ما هي رشدتة للكل لان المرض اللي احنا رايحين به شبه بعض تختلف الرشدتة في الدوز في المش عارفة دوز يعني الجرعة في الجرعة الجرعة تزيد او تقل لكن هو دايما بيقولك احنا عندنا تلات اربع حاجات اساسية طيب احنا طيب نشوف الدكتورة شيرينة هي بتتكلم على انه خايفين ليه من المراجعة اللي جاية دي اللي هي تحصل بكرة دي اسباب الخوف ايه عشان تبقى برضو عارف وانت وانت يعني على غرارها متخوف ليه نسمع المراجعة الرابعة رغم تصريحات رئيسة صندوقنا قد الدولي المراجعة الرابعة بيتخوف منها العديد من المصريين طبعا ليه لانه احنا لسه فيه تم رفع انت مرتبطة برفع دوري لاسعار الكهرباء واسعار الوقود واحنا لسه رفعنا رفعنا احنا عارفين انه بيطلع سعر السولار والبنزين كل حاجة بتعلق باكتر من الارتفاع في هذه الاسعار هل احنا متحملين وده اللي انا بقى عايز اقوله الوضع العالمي في حالة من عدم اليقين كبيرة وده لازم احنا هنعترر به لكن كمان سياساتك ممكن تعمل حالة من عدم اليقين انا بقيتش عارف كمستثمر هي الاسعار الرايحة لغاية فين ايوه صحيح انا عارف ان انت هترفعي كل 3-4 شهر كل 6 شهر بـ 15% بس الـ 15% بيدربوا في حتة تانية بـ 30-40 انا مش عارف فلازم برضو احنا نبقى حريصين في الجزئية احنا خايفين طبعا ده خايفين من انه يتم تغفيد قيمة العمل وفيه اشعاعات والاشعاعات تم ترجيتها في السوق بالفعل السوق السوداء للأسف فا احنا خايفين خررنا نشوف واحدة اخرى استاذة اخرى الاستاذ الاقتصاد المصري الاستاذ يومن الحماق ازا اقول لكم قبل كده دي كانت واحدة من كبار الاعضاء في لجنة السياسات التابعة لجمال مبارك وهي تتحدث عن احنا ليه ما بتعلمش من اخطاء الزمان وليه مصممين على فكرة تعوين مع انه تغفيد الجنيدة ادى الى زلزال سياسي خلانا نشوف كلام الدكتورة يومن ده احنا بنجمع بس استعدادا لما سنسمعه غدا غدا هيكون يوم مهم جدا والاشارات هتكون واضحة على فكرة عشان بس قبل ما نسمع كلام الدكتوري يومن بكرة مش هيطلع مصطفى مدبولي يقول احنا هنعوم الجنيه مستحيل يعمل كده ولا مدير تسندوه النقد لكن هيبقى بين ثنايا الكلام اشارات تؤكد ايه لا يحصل عشان تبقى انت بس ايه لحسان تبقى قعد نستني المؤتمر الصحف محدش قال حاجة ما هو مش هيقول حاجة لا ده هيقول ولا ده هيقول بس فيه كلمات كده يعني بقى نشرح حالك ان شاء الله نسمع عن الدكتورة يومن بتقول ايه؟ انا ارجو 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 ان احنا نعمل حاجة اسمها بوزيشنج يعني ايه بوزيشنج؟ يعني لا نكرر اللي احنا بناخده السنين اللي فاتت لاننا في مرحلة تحدي حاليا هذه المرحلة بتتطلب ان احنا نركز بشكل رئيسي على الموارد البشرية احنا عايزين ايه من الموارد البشرية؟ اولا اولا بالنسبة للقطاع الخاص حلي مشاكل المشروعات اللي افلا عندك مشروعات متعسرة 12000 كما اعلن من الحكومة على فكرة بعمل دراسات ميدانية ففي الدراسات الميدانية اللي انا بعملها مشاكل اقول لكم لما بنجي نتعامل مع مصانع كثيرة جدا عشان التدريب وعشان بناء القدرات من كل مثلا عشرة بنكلمهم تلاتة يقولولنا ايه واربعة وخمسة يقولولنا احنا بنقفر او قربنا نقفر او احنا نقصنا حتة صغيرة جدا يعني ساعدونا احنا محتاجين تمويل بصوا بمناسبة العنوان اذا هناك حاجة للتمويل طب المشكلة دي جاية منين مشكلة دي جاية من انك تعرضتي في خلال سنة لتلات تخفيضات للجنيه المصري دي زلزال بالنسبة للمستهلك ليه احنا كلنا حاسين بيها ولكن المنتج كمان بيعاني من ارتفاع تكلفته بشكل مرعب في كل دول عالم لما بتحصل دي بنقول عليها هزة اقتصادية لابد ان الحكومة يكون لها دور في مسندة هزي الفات الحكومة يبقى لها دور في مسندة هزي الفات والحكومة بتعمل دورها الحمد لله ومسندة زي الفوليان الاستاذ محمد انيس ايضا تكلم على ان سعر الصرف مرن ولكنه مدار وغير مرن مرونة تما سعر الصرف مرن بس يعني ايه مش مرن اوي مش عامل زي الاستكا يا جماعة قلنا الكلام ده مليون مره فيش حاجة اسمها مرن نص نص ما فيش كده اصلا انا كل يوم حقرنا الكلام النهاردة الدولار قصر 34 في في تركيا هنا واليوروب 37 من 30 الى 34 في 9 شهور ولا 8 شهور هو ده فكرة السعر للمرن والله السوق السوق عرض وطلب السوق عرض وطلب حضرتك لكن انت ما تقدرش تابع الكهة دي فخلينا نسمع والسعر بالسعر اللي مرن لستخدها لحضرتك انه ما ينفعش ان احنا يبقى فيه اللي هو المرونة التامة لازم المرونة تبقى مضارة لان اولا انت دولة غير مصدرة على عاملة دولية يعني مش هتطبع دولار ولا هتطبع سترليني ولا هتطبع يورو ده دون ثقف دايباك الدولة ثانيا ان انت اقتصادك بيعتمد في شكل اساسي على الاستهلاك المحل الداخلي لكن انا كتبت لما داشا اعمل خليف لوتينج واولا اسيب الدولار لكل واحد عنده قدرة مالية انه هو يعمل طلب انت عارف شغل البورس يعمل به يعمل طلب بخمشمائة مليون دولار ولا بمليار دولار يحرق السعر 2-3 جدين فوقه فالتعوين لازم يكون مضارب وهو بالفعل مضارب السيد عبدالحافيز الصاوي الخبير الاقتصادي قال ان مصر ودوامة الازم الاقتصادية الاوضاع الاقتصادية في مصر تعبر عن ازمة متجزرة وليست مشكلة عابرة الاصول الاجنبية للبنوك تراجعت بنهاية اغسطس الماضي بنحو 3 و 5 من 10 مليار دولار بعد ان كانت 13 مليار بنهاية يوليو الماضي يعني الفلوس بتخلص الفلوس بتقل انا الحقيقة محتاج كلام الاقتصادي لانهما بيبوا حافظين لارقام اكتر احنا احنا يعني لما لما البنك المركز طلع قال ان احنا با عندنا عشرة انا افتكرت ان ده كتير ده تاريتي الفلوس نقصت ايه وصلت التراجع في نهاية اغسطس الى 9 و 7 من 10 ويمكن على اخر العام تتحول امور الى رصيد سالب كما كانت عليه الاوضاع قبل صفقة القرن صفقة رأس الحكمة يا رب ما تجيبش صفقة القرن دي يعني اثبت مصر لن تنصلح الا بتبني سياسات اقتصادية انتاجية بعيد عن اجندة الصندوق وعقلية ادمان الجون والبعد عن نموذج السباق الخرصاني ورصف الطرق فمؤشر تراجع الاصول الاجنبية لدى المصارف المصرية يعني ان السوق السوداء في الطريق بقوة خلال شهور واي برنامج مع صندوق النقدة والحصول على مساعدات مجرد مسكنات وستكون شرائح قرد الصندوق المتبقية او اي قروض جديدة عملية نفخة اربة ممزقة واي عمليات لبيع اصول رأس مالية مقابل كاش سيكون مصيرها نفس مصير ما حصلت عليه مصر من ديون ومساعدات وبيع اصول منذ عام 2014 لذلك لابد من الافاقة والتوجه نحو بناء قاعدة انتجية تحمي مصر من استيراد الغذاء والدواء والعدد والعدد والآلات ووسائل النقل فضلا عن استيراد التكنولوجيا الاوضاع في مصر تحتاج تنمية وليست تجار او قروض شوفوا الحمد لله هنطور العالم كله طبعا ده كلام يعني ايه الصورة بتاعت هنطور العالم دي معا ما ومش عايزة يعني علق عليها اللي هو فكرة انه مصر هتساعد في نهضة الدول طب يا عم شوف 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 يعني بيتك الاول قال له اقم شأن بيتك اولا اقم شأن بيتك اولا الدكتور ايمان نور ايضا كتب مقال طويل عن لماذا يهرب المستثمرون المصريين الى السعودية وكتب فيه انه طبعا انتو حضرتكم كلكم تبعين انه عدد كبير جدا من رجال الاعمال المصريين انتقلوا الى السعودية في محاولة للبحث عن متنفس غير المتنفس المصري فهنا الدكتور ايمان بيستعرض هذه الاسباب منها السبب الاول التضخم وارتفاع الاسعار اللي بات عبقى متصاعدا على الاقتصاد المصري مما يعني يثني المستثمرين عن المغامرة باموالهم السبب التاني دور المؤسسات السيادية في الاقتصاد المصري الذي يعمق من الازمة طبعا تعرفين الجيش والاجهزة كل واحد عنده الاقتصاد الخاص به بينما تسعى السعودية بشكل حسيس لتحديث بنياتها الاستثمارية ما يمنحها مركزا متقدما في المنافسة الاقليمية تفتقر مصر ايضا الاسياسة اقتصادية شاملة تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي اذ لا تزال تعتمد بشكل كبير على السياحة وتحوالات العاملين كركاز اقتصادية رغم هشاشاتها بلغ العجز التجاري لمصر نحو 34 مليار دولار في 22 في ظل تزال التحديات المالية تجهت مصر الى بيع الاصول كحلول مؤقتة لازمتها المالية مما يجعل الاقتصاد اكتر عرضة للتبعية الخارجية وقد بلغت ديون مصر الخارجية 165 مليار وثلاثة من عشرة بنهاية 23 وفي ظل هذه التحديات لم تجد الحكومة المصرية حلا سوى اللجوء الى سياسات نقضية ضاغطة حيث وصلت الفائدة الى 27% مما يعيق اي تطلعات للنمو الحقيقي في الاقتصاد مع تخصيص نحو 47% من الموازن الخدمة الدين العام يتقلص هامش الانفاق على مشروعات التنمية تستمر الحكومة في تنفيذ مشروعات ضخمة لا تمسي احتياجات المواطن اليومية زي البرج بتاع الايقون اللي احنا اتكلمنا عليه مبارح في العالمين الاعتماد على اتفاقات الصندوق النقد الدولي يجعل الاقتصاد المصري رهينة لشروط خارجية اذ ان نصف عائدات بيع الاصول تذهب للدائنين في ظل هذه الازمات المتشابكة يبقى السؤال لماذا يهرب المستثمين المصريون السعادية يبدو الجواب جاليا فالاقتصاد المصري يعاني من تحديات تتجاوز الازمة واحدة فهناك خلل هيكالي عميق يتطلب اصلاحات جذرية بينما يواجه المستثمرون بيئة تفتقر الاستقرار والتنافسية تتجلل ازمة في ارقام ونسب تعكس حجم الضغط الواقع على الاقتصاد المصري والمخاطر التي تكتنفه في المقابل في المقابل يجد المستثمرون في السعودية مناخا استثماريا مستقرا وفرصا واعدة مما يجعلها الوجهة الاكثر امانا لهم ويبقى الاقتصاد المصري امام تحدي وجودي يحتاج فيه الى رؤية شاملة طيب نشوف الاستاذ المبجل دي رؤية الدكتور ايمان نور عش كده قلتلكم على فكرة الدكتور ايمان نور عنده كتاب اسمه رؤية من زمان فترة طويلة جدا حطت فيه رؤى الى حل معظم المشاكل مثل عش كده لما بقول لكم احنا لما بقول حلول الناس بارح فيه كازا رسالة جاتني نزع لنا انت يا عم اماد بتقول لهم على الحل يا جماعة احنا بنقلحهم ملط انا بقول لهم بقلحهم ملط مش بالنوب حلول عشان يعملوها وخلاص اللي حصل حصل لكن احنا بنوريهم انهم مضمحين للتفكير وان احنا نملك رؤية مش كده بقول لكم ده رؤية الدكتور ايمان وعنده كتاب اسمه رؤية بيتحدث فيه عن حل المشاكل واحنا جميعا لدينا رؤى لمناقشة مشاكل مثل الحقيقية مش مجرد منتقدين او سببين نطلع نجتمو العميل والخير لا باب نطلع يعني انا مش مجرد سببين وده اللي واجحهم قوي وده سبب التأثير الكبير قوي احنا لاز بنخطب العقل ونشرح ونوضح ان لدينا حلول وان في المسألة دي كان ممكن يتم كذا وكان يتعامل كذا وكان يجيد نتيجة كذا